قعد الماروني بدائرة بيروت الأولى الدكتور رجيش شويري ضمن لائحة الوفاء لبيروت بدي رحب فيك عبر إزاعة صوت لبنان أهلا وسهلا فيك مرسي ستنوال وبصبح كمانا جميع مستمعي إزاعة صوت لبنان انتظروا أول عملية جراحية لاستقصال أورام الفساد والعهر السياسي من عين الوطن رح تصير هالعملية بصناديق الاقتراع على يد المواطنين الشرفاء أبناء الأشرفية رميل الصيفي والمدور طبيب يحكي بلغة الطب عن جد يعني إذا ما قلنا الدكتور لازم يعرفوا الناس من هال عبارة أنك دكتور طيب شو أخذك بداية أنا بدي أذكر المستمعين أنه نحن لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان فينو يتابعونا وين ما كانوا عم يسمعونا من العالم ويتعرفوا على دكتور رجيش شويري المرشح عن المقعد الماروني بدائرة بيروت الأولى على برنامج والانتخابي على خلفية تفكير وعن شو قد يعمل بمجلس النواب نحن اللي عم ندور اليوم على نواب صادقين بيمشاريعون وصادقين تجاه المواطنين والوطن نحن إذن عبر صفحة صوت لبنان لايف فيسبوك فويس أوف لبنان 100.5 وأيضاً مستقبل اتصالاتكم على 0105 511 766 11005 وأيضاً عبر الواتساب فيكن ترسلوا كل الأسئلة على 766 11001 بداية أن دكتور رجيش ويري ليش لائحة الوفاء لبيروت يعني غير لوائح ما في وفاء لبيروت لا ما احتكرت الوفاء لبيروت أبداً ليش ما احتكره لا أبداً بس أنا باعتبر لأنه نحن بالليحة أربع أشخاص وعلى فرد قلب وعلى فرد فكر ونحن أولاد بيروت ربينا بهذه المنطقة وحسينا أنه كانت عطول وفية لألنا يعني ربينا فيها بأيام الحرب وبأيام السلم وعلى القليل نرد لها جميل يعني هو جميل صغير الدام يلي هي عطتنا إيها المدينة العريقة يلي للأسف أنا بحس أنه مغبنة يعني صيبة مغبونة صيبة من بين يعني مغبونة من المواطنين من اللي وعدوها أنهم يطوروها أو تصير أفضل أو ترجع إلى سابق عهد بيروت صح صح من مين مغبونة بيروت هي العاصمة مع احترامة لكل المدن الأخرى من السياسيين كلهم بيروت هي العاصمة العاصمة هي قلب الوطن إذا القلب ضرير نرجع منحكي طب باركي إذا القلب ضرير الجسم ضرير اليوم بيروت بتتميز وهي لقلقة الشرق بدنا الردة شو عملنا بآخر تسعة سنين معلين ما لا حرج على وراء أكتر كان فيها تكون بيروت أحسن بيروت فيها تكون أفضل بالإنماء بالخدمات أنا هيده هي ثورت باس شو بدي بيروت عندك ثورة اليوم لتحسين بيروت شو بدي بيروت اليوم شو المعاناة شو الوجع اللي عم بيعانيه نحكيك بالغض الطب قالب بيروت قبل الوطن لأنه يوم بيروت عم نشتغل على الحجر عم نشتغل على البناء ما عم نشتغل على الناس مشكلتنا هي يعني معاناة الناس شبت شو أوجه المعاناة نحنا عنا سكان ببيروت غير البيروتيين في عنا سكان ببيروت للأسف البيروتيين صاروا أقليات ببيروت يعني اليوم عم ننبش عليهم برضو بين المنصورية الحديد مستيطة نلاقيهم المرشحين لأنه ده مش هربنين بس المدينة ما خلتلهم مجال يبقوا لأنه اليوم إذا في عنديك سياسة تخلي أبناء بيروت بقلب بيروت وأنا أحد المهجرين منها أنا من بعد ما تجوازت ما قدرت اشتري شقة ببيروت واضطرت اشتري شقة برات بيروت لقدر عيش ليه ما بينعمل سيستام كان من زمين نخلي أولادنا بقلب المدينة كيف؟ شو سيستام يعني؟ بينعمل مساكن بتكون مساكن على قدرة المواطنين مي بدو يعملها؟ النواب؟ في عنا بلدية في عنا محافظة وعنا نواب شو بدنا أحلم مني؟ عنا تلات مراجع بيقدروا يشتغلوا للمدينة رايز حكومة أنا عم بحكي على قليلة بالناس يلي بي يعني يلي بي تعاطوا بالشأن العام هن البلدية عنا المحافظة وعنا نوابنا نوابنا عم بحكي لما بقول بيروت هاي مشاريع كبيرة هاي مشاريع كبيرة ليش وين الأرض ببيروت لنبني مساكن للناس؟ بلا ما نبني هالتاورز هولي يلي كل شقة حق أربع مليين دولار وما بنعرف لامين صراحة هم لقينهم ثلاثة ربع وفاضين مع حلهم هولي كنا عملنا ست سبع شقة صغار لأنه المواطن اليوم ما نعايز ميتين متر متل أيام أهلنا اليوم بتقعدي بسبعين عشنا بفرنسا بثلاثين متر مربع مالي عديبة هو أول ما يتجوز خليه خليه يقعد بيقدر يدفعهم والإسكاني بيقدر يساعدوا بس اليوم نحنا في عنا أنون للإيجارات وراح يصير في تهجير أكتر من يلي عاشوا ببيروت اليوم هني ما بيكونوا من بيروت بس عايشين بيقدوا حياتهم كلها ببيروت ويعني هيدا عم بيلاقوا كتير كبير عنوين كتير كبير بالنسبة لإلون وألم أنهم يطلعوا من بيروت كيف تلاقي الحل؟ اليوم لو قدر لطبيب الدكتور رجيش ويري أن يكون نائب البرلمان اللبناني عندك مشكلة مستعصية اليوم أهالي بيروت سيهجروا منها من جديد يعني لما منقصد بأهالي بيروت مين؟ اللي عاشوا ببيروت مش الماء أنا نفوسه من بيروت لا هون النقطة أنا من المدافعين الشارسين أنه اليوم لما أنا بسكن بمنطقة أنه يحق لي أني أنا انتخب على قليل المجلس البلدي طبعا المنطقة لو ما عنفوسي يعني أنا اليوم قاعد بأنتليس أوكي عم بعطيكي مثال اليوم أنا بأنتليس إلي 15 سنة أو إلي 20 سنة يلي هني اليوم أنا لازم أنا ساهم بإنماء المنطقة اللي أنا ساكن فيها لازم يتغير لازم يتغير الأنون الأنون العين اتخابي كمان البلد هو لازم يعطوه الحق للمواطن يلي مالك أو مستأجر قديم أنه يكون له حق يكون لأنه هو عايش لأنه هو بيهمه الرصيف وبيهمه الطريق وبيهمه الأضوية وبيهمه الزبالة وبتهمه هالأمور هيدا مشروع من مشاريعك طبعا ضمن إطار برنامجك وتفعيل البلدية تفعيل البلدية بس حضرتك يعني مثل ما عم نقرأ بالبرنامج أنه عاطي الشق الأول يعني هيكي للصحة تطوير النظام الصحي بلبنان تحسين الرعاية الصحية في بلد بالعالم اليوم يا دكتور رجيش ويري لما بيطلع عتى قاعد ما بيقدر يتطبب على حساب الدوري هيدا في بلد بالعالم ليش هالسلطة الموجودة السياسية ما قدرت تنتج ضمان شيخوخة نظام ضمان شيخوخة هني عم بيتخانق اليوم مين بدو يدير ضمان يعني نظام الشيخوخة اليوم عم بيتخانقوا مين بدون يعني هل رح يحطوه ضمن إطار ضمان الاجتماعي أم لازم يكون سلطة مستقلة عم بتديره هيدا بيتل عصيب نحن شيلة كل الضغط السياسي وكل شي بيمشي بالبلد مشكلتنا عنا قوانين لكل شي إذا بدك تزيح الكباية من اليمين للشمال في قلبند وقلبة نحن بلد لقوانين بس عنا مشكلة بالتطبيق اليوم لما بتشيلة بتشيلة كل ضغط أو غطاء سياسي عن حيالة مشروع المشروع بيمشي بس ما بيكون في عنا فساد مستشري والناس يلي بدى عكل الشغل بديك تعملي بدي يقبضوا علي كوميسيون هيدا البلد ما في يمشي بدنا نبلش بمحاربة رأس الأفعة الفساد الفساد كيف الفساد المستشري من خمسين سنة لليوم كيف بأيام الحرب وأيام السلم مش بالتغيير بسنديق الاقتراع بدك تغيير بسنديق الاقتراع ستناوال والناس بدى توعه أنا زتات كلمة مرة ما تصوتوا على العمياني مش لأني حكيم عيون لأني شخص عشت ببيروت وعيش المعاناة أنا كل يوم فوت لعندي المريض ما بخبرني عن عينه أو عن صحته خبرني عن معاناته اليومية اليوم نحن بنرفض وأنا هيدا لحمسني انزل انتخابات أنا شو بدي بهالشغلة كنت لو ما عم بلمس كل يوم هالمعاناات شو كنت بذكر وهن اللي محمسيني أنا في وراي ناس هن اللي دفشيني أنا فوت بهالمبارات البرلمانية ما بسميها معركة بسميها مبارات ليه سميتها مش معركة لأني ديمقراطي جدا لأني ديمقراطي جدا أنا بنائب تلقى الطب لما بيكون في مبارات بين الأشخاص سيكونوا بالنقابة ولما بيطلع نائب كلنا بنكون معه هيدا البلد لأ لما بيطلع حدا ممثل للشعب كلهم بيحاربوه بيجربوه أو طبعوه لأنه بيعتبروه أنه عملي ناقصة إذا ما كان تابع فلين وفليتين هيدا الشي اللي بدنا نغيره هيدا القوة التغييرية مش بالكلام مش بالكلام ستنا وبالعواطف لا بدنا نكون بالتنفيذ بس أنتو مستقلين حتى لقي حتكون مش مكتملة شو بتقدر بإيد لوحدة بتزقف مش لازم تكونوا على مثلا حزب مستندين على طيار لا حزب ولا صفاة لا حليك معلش في عنا أمتل كتير أنا بعطيك كالكو متسا كم الطبيب كانوا بالسبعينات دكتور بير دكاش دكتور ألبير مخيبر معلش تأذكر هولي بدهم أذكر غيرهم ما كان عندهم قوة ما كانوا مشرعين بمجلس نيابة كانوا شيء تابعين لأحزاب كانوا الأحزاب يركضوا وراهم طيب أو طوالما بس كانوا مشرعين كان لما يفوتوا يضربوا إيدهم على الطاولة كانوا تمشي لقوانين كانوا يشرعوا كانوا يشتغلوا وكانوا مستقلين كانت المستقل هو بيضة القبان بالبرلمان خلينا نرد هالامتياز أو هالتميز أنه المستقل لا أنا مني عملي ناقصة إذا أنا مستقل مش بيقولولي أنت شو بيطلع بإيدك أنتو هالأربعة لا نحن أربعة قد مليون نحن في عنا مليونين نسمي ببيروت بدن هيدا الخيار بدن خيار الناس الانضاف ناس الأوادم ناس المستقلين من كل شيء ناس الرجال يلي ما عندن خوف من حدا أنتو مصر لكنت دخلوا بلواقع أخرى أم أنتو اخترتوا تكونوا مستقلين أبدا أبدا لأنه غير مكتملة لأنه ملقين ترضوهم احترامي للكل لأنه كان العدد قليل من يلي قدموا ترشيحهم بديرة بيروت الأولى وأكتريتهم كانوا ألترنتف يعني كان في ناس بنازلين أشخاص نازلين أشخاص ألترنتف لقالهم في حال ما ركب فلان بيركب فليتين ما كانوا عندهم نحن الواحدين الأربعة يلي كنا نازلين بيها التيار إذا بدك المستقل أنا والستجينا الشميس وإستاذ روبير الأبيض وإستاذ أنتوان كالايدجيان لأنه متفقين مش لأنه عمرنا بس قريب لبعضه كمان نحن عشنا كل شي وعننا ثورة داخلية ما قدرنا نطلعها بأيام الحرب عم نجرب نطلعها اليوم يعني اليوم عنا نحن منحكي بكلام المراهقين أو بكلام الشباب لعمرهم عشرين سنة ما عم نحكي برجالة لفوق الخمسين نحن عم نحكي ثورة بالعشرين وما قدرنا نقدر نفجرها من داخلنا يعني دايش لائحة الوفا لبيروت قادرة اليوم توفر الحاصل الانتخابي اللي بيبلغ 6500 صوت مع الانقسام اللي عم بيعانيه اليوم حتى المجتمع المدني المستقلين يعني اليوم فيه انقسام ما فينا نقول قادرين تأمنوا الحاصل الانتخابي بس سؤال يعني بيوظل وجود يعني شعبي كبيري اليوم لشخصيات مرشحة على لوائح الأحزاب السياسي طلعي باللوائح الأخرى معلي فيه يمكن عدد كام مكتمل بس مين بتشوفي منهم دايما بكل ليحة عندك 3 أو 4 هنه اللي بيحكوا 3 أو 4 هنه اللي بيحكوا 2 أو 3 البيرزين نحن بليحتنا 4 أشخاص بيرزين ما عنا رئيس ليحة بالمعنى أنه هيدا ماسك الزمام الأمور وهوليكي بردون من بعد الفاصلة لا نحنا كل واحد مننا نحن نسمي حالنا الفرسان الأربعة ونحنا حقيقة بالنسبة للمواطنين بتكون تخنوا على نغة بيرون أنا بحبهم كتير على فكرة للفرسان الأربعة بس إذا بديك ليتروها موسكتات وبيلحقنا دارتانيون بالأخر بس نحن أربع أشخاص ونرفض نقول أنه في عنا رئيس للليحة نحن الليحتنا ليحة مش عم نرفض لأنه كل واحد مننا هو عنده مكانته وعنده امتيازه وعنده شعبيته ونحن أربعة أنا بقلك قد مليون هل صحيح أنه لائحة الوفا لبيروت طلعت بيطلوع الروح؟ كيف يعني بطلوع الروح؟ يعني تعذبتوا كتير لا ما عليك لايكي سؤال أي أفضل أنه نقعد على طاولة ونتشارع خمسين مرة وبالآخر نوصل لنتيجة أنه لايكو شو أواصمنا المشتركة وهي التى منشتغل أو منجيب من كل وادي عسى ومنركب ليحة منسميها مكتملة ولايك ما أجملنا الليلي في لويح ما بيتصوروا مع بعضهم من فترة كنا بمناظرة بسينما الأمبير أنا وشباب كانوا معنا منذون ما نذكر أسيمية اللي كانوا بالمناظرة نحن الوحيدين لجينا لايحة مكتملة مع بعضنا قعدنا أول صف وكانوا إذا بدك عم بيتطلعوا فيها على كل سؤال عم بنسأل تيكون في عنا جواب مشترك البقين ما حدا إجا يمكن إجا واحد أو اتنين من لايحتهم من أصل اثنين واثنينتهم عندهم لويح مكتملة نعم دكتور رجيش ويري المرشح عن المقعد المروني بدائرة بيروت الأولى عندك شقين ببرنامجك صحي وإنمائي الصحي مثل ما حكينا ما في ضمان شيخوخة لها ما في بطاقة صحية عم خانين ما في بطاقة صحية مع أنه كلام كتير عن بطاقة الصحية سمعناه وكأنه وصلت لخواتيمة وبعدين مثل كل شي مثل أي أنون أو مشروع أنون بياخد سنين ليسير واقع بس المواطن اللبناني ما بقى يهمه كل هالحكي بده بطاقة صحية بيجيبته كيف رح تشتغل على هالموضوع وعلى تطوير يعني النظام الصحي بلبنان أنا لأني طبيب على الأرض أنا بعرف كل المؤسسات وكل الجماعيات تشغل فيها على الأرض وفي عنا مستشفى بيروت الحكومة مش مستشفى الحريرة مع احترامي هي مستشفى اللي موجودة بالكارنتينة بتمشي على الأوتوسترات ما عندك آر ما بتقلك مين المستشفى ما بتعرف أي زروب تفوتي محطوطة بمكان ما أنه أبدا ما فيه طرقاتة وصليلة ما فيه إنارة ومنا مؤهلة لا طبيا ولا حاجة يعني ولا بالنسبة للمكانات أو الإيلات هاي دي لازم تفعيلها هاي مستشفى بيروت بتستوعب مليونين شخص عايشين ببيروت ونحن بدنا نطور السيستم بدنا نعطي بطاقات أهلي بيروت لازم يتحكموا لازم ما بقى يروحوا على أي مستشفى متعقدي خاصة مع وزارة الصحة هذا اللي بيقهرني أكتر لو مستشفى خاصة مش متعقدي مع وزارة الصحة بقدر له ظروفه مبدأ تستقبل بس متعقدي مع وزارة الصحة وبتتشارط بتتشارط ومتتستقبل إلا ساعة البد على وزارة الصحة بعد نص ديل إذا فيكش إجره بده منه 2000 أو 3000 دولار دي بوزيت مين حامل بجيبته أي مواطن حتى اللي معه مين حبي يحمل بجيبته مساري ساعة انتين بعد نص ديل نحن هيدا تطوير هيدا البرنامج يستوعب القاتنين في بيروت ومن هم من أهل بيروت كيف رح تتشتغل وحدك أنت المستقل على تطبيق اللي صر لهم سنين موجودين بالبرلمان ووزارات الصحة المتعاقبين عليها من وزراء وما قدروا تطبقوا ستنا بالبرلمان بدك عشر أشخاص وانت بتعرفيها فحتى يقدروا يقترحوا قانون يقترحوا مشروع عشر أشخاص بقدوا من أصل 128 إذا بالبلد مش قدرين نجيب عشر أشخاص من أصل 128 يقدروا على سطوح البناية مش موجود يعني بيروت اليوم تختنق هيدا البرنامج الإنماء اللي حضرتك اليوم عم تشتغل علي كيف بدنا نوصل من دون شعارات من دون وعود كاذبة نحنا صرنا عايشين سنين كيف بدنا نحقق مع شنيها قبلكم يعني مش معكم سوري مش قبلكم بس بقصد قبل ما اترشح كمان عشتها لا فيك تقول وتأملت وتأملت إنه بالأشخاص اللي إجوا يلي هن نوابنا تأملت فيهم إنه يحققوا اليوم آخر دقيقة يعني آخر جمعتين قبل الانتخابات رفاقوا فجأة أنه بلدية بيروت مقصرة شوي بالنسبة للمنطقتنا إنه يمكن منحيز أكتر لمنطقة تانية بيروت شو يعني فيه 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 هلو عم بحطي شعارات لآخرين لا بس شو وين اليوم يعني بتعمل مشريع بمنطقة بده يكون فيه إنماء متوازن نحنا عم نعطي شعارات بدنا يكون أهلي عكار عنده النفس لنسبة كذا الاهتمام مثل أهلي يعني الأريف ونحنا بقلب بيروت العاصمة عم نعمل تميز بين منطقة ومنطقة ما بيصير إذا بلدية بيروت والمحافظ ما تنحل المسئولية يتكون بيروت عنده إنماء متوازن بكل المناطق بندون إيد وإجر هيدا بتصير مشكل كتير كبير هون أول شي ما نبلش من هون بعدين التنفيذ بتصير شغلة بسيطة أنت معك خبر إنه البلدية إلى دور استشاري هو المحافظ المجلس البلدي المجلس البلدي بردون يلي هو له دور استشاري بغير بلد مش مثل الأريف أو بغير مناطق بارات العاصمة نحنا اليوم هيدا أول شغلة أول نقطة بدنا أعطاء البلدية دور أكبر أو بدنا نطلب من المحافظ يكون عنده لجنة